الحراك في الساحة السياسية ومبادرة توفق الوطنية التي شرعت فيها الأحزاب أحدثت موجة من الانتقادات الأمينة العامة لحزب العمال لم تجد تلاقيا بين أحزاب الموالات والمعارضة ورأت أن كثرة المبادرات يفشل المسعى كثرة المبادرات تقضي على المبادرة تعومها كيف يمكن لحزب يميني أن يتقاسم المواقف السياسية خاصة حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية مع حزب يساري حنون خلال اجتماع مكتب الحزب بالعاصمة حذرت من صعوبة الوضع الراهن ودعت إلى ضرورة احتواء المشاكل خصوصا الاجتماعية وعدم التضييق على النقابات في المطالبة بحقوقها أو التعبير عن رأيها أن الضرف الحالي في هذا المرحلة المفصلية والجد حساسة والجد خطيرة المسئولية تتطلب إجراءات تهدئة يوجد المساس بالحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية بدءا بالحق في الإدراب الأمينة العامة لحزب العمال عرجت كذلك على الوضع الاقتصادي الراهن الذي وصفته بالصعب واعتبرت أن الخروج منه مسؤولية الجميع